وإحنا بنعيش في ذكرى الانقلاب في فنانة مصرية يطلق عليها صاحبة السعادة لمؤاخذات كانت عمل التعريضة للسيسي تهد كتبت بوست على صفحتها مسحوا الفيسبوك بسبب العنصرية البالغة اللي فيه والتنمر القدر صاحبة السعادة سعاد يونس بوست حقير جدا 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 في الزمنات كان من طبيعي أن يدق رجل من الفلاحيين البقى مستحبا صبية صغيرة وعرضة على الأسرة أن تقوم باستدافاتها وتشغيلها مين دي يا عم نبراوي قالك دي فتحية بنت طيبة وغلبانة وعايزة تعيش ماما ما أسرتش كالعادة في الظروف دي وعنيها رغرغت وقالت له خليها تدخل واجتماعنا كلها نشوف الزائرة الجديدة اللي هتشرف وتقانس كانت فتحية فتحية كائنة بلا ملامح راسها عاملة زي قالب الطوب الأحمر مستطيلة بزوايا قائمة خارج منها تشكيلين وادنتين شبهودان القطة بجد وضفرتين في قوام السجارة ملولوين وكشين من الزعر أما الوجه فكان شوية حاجات كده تتيح التنفس والرؤية وأحيانا الطعام خرمين مكان العنين بلا سحبة ولا رموش ولا قبة ولا نين باين ولا لون خزارة خط زي نص الطبق طبق كناية عن بقه شوف 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 دي اسمها صاحبة السعادة فنانة لمؤاخذة بتتكلم عن خلقة ربنا كده كل ده تعريض بص حضرتك البصت الحقير ده وتلك الكلمات تعريض بس ليه دلالاته هقولك ليه ايه دلالاته دلوقتي شوية شعر منطورين تعبيرا على الحواجب لكن كل واحد لازق في سقف قورتها والتاني سارح لوحده فوشها كده ما تعرفش موقعه المفروض يكون فين وبروز أفتص فارج بالعرض إشارة إلى المراخير فين باقي يا جماعة البوست الازمة ما طلعتش بس في المقال او البوست الحقير ده البوست العنصري بامتياز ده طلعت كدبه صاحبة لمؤاخذة السعادة مقال ونشر بعد ما تبحث ربعة سعاد يونس البيت فتحية سعاد يونس 12-9-2013 كاتبت البتاع العافنة ده عشان تخطب بجملة كده هاتلي آخر جملة في المقالة هاتلي آخر جملة عشان تعرف إنه الصحف مصبت ستسوي رقم الكلينيكس هذه حادثة حقيقية لا يميزة عن غردها من الحوادث الشخصية لتاريخ حدوث للعجب العجاب كانت يوم 30 يونيو وحكت بتفاصيل أقزر وأوسخ من مع فتحية كتبت المقالة دي نشر تسعى في وقت كان فيه يعني بزراميط رهيب وحقير جدا ووسق جدا وقت رأس الناس عجبوسس لحظة من اللحظات المهينة والحقيرة في تاريخ هذه البلاد واستخدمت فيها أبشع الألفاز ناحية بني أدمى كانت جايلها تساعدها في البيت وتشبهها بأنها شبه دكتور مورسى الله يرحمه وأن السيسي أنقذنا منهم أو الله كتبت كده تلك الانحطاطات جمع انحطاط في هذا المقال شيء حقير جدا 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 رأسها لحمة وفيها خرمين لا عايزة أكمل كده اللي هي القصد كان صعب أو فهم الغازه حاجة حقيرة كأنه كان احتلال من كائن غريب مزعج بتكلم على الشغالة يعني وبترمي على مرسي وشكله استغفر الله كمان حتى جاء يوم كانت أمي تقوم بالتنظيف وهافة تتفرج عليها ومسك فازة كبيرة بتلعب بيها أمرتها أمي بأن تطع الفازة جانبا وتوسع الطريق حتى تنتهم التنظيف فالبت فتحية بواقاحة شديدة رح ترفع الفازة لحظة كده وماما بتتباحة بعينها بفزع ورح تدب بدشها في الأرض خرجت ماما عن عقلها وصبرها ورح تركنا المقشة وقلع الشبشب وهجمت عليها وقبل أفيق من صدمة ان ماما ممكن تضرب حد بالشبشب زي الأفلام كان الجرس بيدرب فجريت أفتح الباب للحظة طلع عمنا براوي جاي يقبض الشهرية وكان ان اشتركنا جميعا في هذه الموقعة التاريخية ماما طايحة بالشبشب وانا وعمنا براوي من حجز بينها وبين فتحية وانا بصفتي يلاقيه ما بطبعي كل ما لقى الشبشب نازل أصدر أرعة عمنا براوي لتتلقى الترقعة انتهت الموقع والحمد الله بعمنا براوي يرحل ومعه البيت الفتحية وماما بتدش بواقع الفازة وراه هذه حادثة حقيقية لا يميز عن غيرها من الحوادثة الشخصية إلا تاريخ حدوثها للعجب إعجاب كانت يوم 30 يوني حاجة ذهبت منحة بعيدا بعيدا حقيقة أتعبت من يأتي بعدها إسعاد إسعاد لمؤاخذة يونس 12-9-2013 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر